في الداخل والخارج على حد سوى تتسارع الخطى الإيرانية لمواجهة تداعيات الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي استهدفت بشكل أساسي النظام المصرفي في البلاد لم يخفي المسؤولون الإيرانيون حقيقة الأزمة التي تجلت في شح شديد للنقد الأجنبي وهوت بالعملة المحلية إلى أدنى مستوى لها مسجلة مطلع الأسبوع الماضي 115 ألف ريال مقابل الدولار الواحد وصفت الأزمة رسميا بالحرب الاقتصادية التي يبدو أن إيران تتقاسم مواجهتها إقليميا مع دول كتركيا وروسيا وفي مواجهة تلك الحرب قال التلفزيون الرسمي إن المرشد علي خامنئي وافق على إجراءات وصفها بالقانونية والسريعة والعادلة مصطلح الحرب الاقتصادية استخدمه رئيس السلطة القضائية الإيراني صادق لارجاني في خطاب للمرشد الأعلى دعا فيه لتشكيل محاكم خاصة للتعامل السريع مع الجرائم المالية وهو ما وافق عليه خامنئي نتائج الحملة بدت سريعا حيث أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية القبض على 67 فردا بتهمة الفساد الاقتصادي ومنع مئة من المسؤولين من الخروج من إيران شكلت ملفات قضائية لـ 25 منهم فيما صدرت لوائح اتهام بحق 26 آخرين وأكد تخصيصا محققين تحت إشراف المدعي العام بالعاصمة لمتابعة ملفات الفساد الاقتصادي وإلى جانب ما وصفت بحالة الطوارئ الاقتصادية تلك أعلن البنك المركزي الإيراني يوم الأحد في رسائل تطمين توفير الدولار لتلبية طلبيات السلع الأساسية والأدوية وفق السعر المقرر وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد كما أعلنت الحكومة الإيرانية مؤخرا سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية تسمح باستيراد غير محدود وبدون ضرائب للعملات والذهب وفي إطار السعي الحفيث لمواجهة ضغط العقوبات الأمريكية شهد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كازاخستان القمة الخامسة لزعماء دول بحر قزوين أكبر المسطحات المائية المغلقة في العالم الذي يرقد على احتياطات نفطية وغازية هي الثانية بعد الخليج العربي بعد عقدين من الخلافات حول تقاسم تلك الثروة الضخمة وقعت الدول الخمس اتفاقية وصفت بالتاريخية تحدد الوضع القانوني لهذا البحر لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وصف روحاني الاتفاق بالمهم جدا لكنه أشار إلى أن الترسيم الكامل للحدود المائية سيتطلب اتفاقات إضافية بين الدول المعنية لا تتلاحق المساعي الإيرانية فقط درءا لضغط العقوبات الحالية وما خلفته من تداعيات مؤلمة بل يرقب المسؤولون الإيرانيون الحزمة الثانية والأقسى من العقوبات الأمريكية التي ستحل مطلع نوفمبر المقبل مستهدفة وقف مبيعات النفط الخام لن تحتاج طهران حينها لقرارات اقتصادية استثنائية بقدر حاجتها لحلفاء قادرين على كلفة تجاهل العقوبات الأمريكية